بهمة عالية وعمل دؤوب استطاع مصطفى الجبوري تحقيق العديد من الانجازات على الصعيد الانساني في محافظة كربلا ما حققه صاحب المبادرة في كربلا كانت بداية عبر مبادرة لجمع الف دينار عراقي فقط من المتبرعين ليتمكن في نهاية المطاف من تشييد اكثر من ثلاثين دارا سكنية فضلا عن اجراء عمليات جراحية لعشرات المرضى فشي بصية صلات غذائية وتوفير العلاجات بعدها تحفزنا وصار حافز ودعم الناس قامت تنتق بنا بدنا نأسس دور سكنية للعوائل الفقيرة المتعففة وصلنا تقريبا ما يقارب ثمانية وثلاثين دار سكني سلمناها الدور السكنية لعوائل المستحقة بدأ الحلم يعني كان حلمي انه يكون عندي مجمع سكني هذا المجمع يكون للعوائل المتعففة والفقيرة حتى نقدر نحقق سكن هذه العوائل المشروع لقي استحسان اهالي كربلاء لتنهال على صاحب المبادرة التبرعات والدعم لتتحول الى مشاريع صغيرة يستفيد منها ذوي الدخل المحدود تمكنت مبادرة الملهم الكربلاء من تحقيق حلم العشرات من سكان المحافظة الذين وجدوا في مسعاه فرصة صوب شق طريق النجاح مصطفى يبتدى مشروع صدقة الالف دينار وكان حلمي يساعد اكثر واكثر ويكون الانسان طموح بهذا المشروع الانساني الحمد لله توفق وبنه هايدور سكنية وحاليا يبني ان شاء الله مجمع سكني كل الشبير يفني مصطفى الجبور وقتا طويلا من اجل تحقيق حلم صغير يتحول الى واقع مليء بالمنجزات ليساعد العديد من الحالات في كربلاء ليثبت في نهاية المطاف ان الارادة والتصميم تصنعان لمعجزات من كربلاء جاسم الهميم التغيير اشتركوا في القناة